ما ميز قائمة الناخب الوطني الجديد جمال بالماضي الذي منح جميع فرصة التواجد والانطلاق مجددا بالمنتخب في أول تربص له بولحي عاد رفقة دخا في الحراسة مع أول استدعاء لأليكسندر أوكوجا من نادي مادزة الفرنسي في معرفة دفاع عودة طهات عبداللوي أيوب المخضرم رفق حليش وفارس محمد وحساني إلياس وثبت المدرب بالمختار بن سبعين وماندي في القائمة مرة أخرى قائمة الوسط شهدت أيضا عودة صفيان في غولي طايدير سافير قديورة ورشيد غازان مع مهدي عبيد وابو دبوز وابن زيا رشيد مع استدعاء أول لبولحيا فريد الناشط في البطولة الفرنسية فيما جدد بالماضي ثقاف إبراهيمي وبن طالب رفقة رياض محرز وثلاثي الهجوم سليماني بن جاح وسوداني قائمة خلت من لاعبية البطولة الجزائرية لأول مرة في تاريخ المنتخب في انتظار البداية المتجددة لفريق يحتاج الوثبة النفسية وإعادة التنظيم بداية من تربص الثالث سبتمبر قبل موعد مباراة غامبيا وإعادة التنظيم